السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنشرح لكم أحد دروس للسنة الثانية خيار فرنسي للطورة الثانية اسم الدرس وهو La fecundation chez les animaux La fecundation كتعني بالعربية الإخصاب chez les animaux هي عند الحيوانات هذا الفيديو سيكون تتم الشرح درس La fecundation chez les animaux وهو التوالد الجنسي عند الحيوانات اللي بدينا فيه من الفيديو اللي فات ففي الفيديو اللي فات تعرفنا على بزاف الأمور والمعلومات المهمة بزاف في الدرس هذا ديال لغوب خودكسيون إلاك أنتم ما زال ما شفتوش فخصكم ضروري ما تشوفو أتقاوا الرابط ديالو في الوصف ده هاد الفيديو أو لف أول تليق تعرفنا فيه على بزاف الأمور المهمة كيف حال لغوب خودكسيون سيكسيين على لكومبورتمون سيكسيين وعلى لباغدنوبسيال وتعرفنا أيضا على الوغول اللي كيلعبو لغوب خودكسيون سيكسيين تعرفنا على زوغان جينيتو وعلى بزاف الحوايج اللي ضروري ما خصك تكون عارفة وفهمها مزيان باش تقدر تفهم هذا الدرس هذا أوكي إذا أول حاجة خصنا نبدو بها وهي الفيكونداتيون شليزانيمو الفيكونداتيون بالعربية كتعني الإخصاب شليزانيمو هي عند الحيوانات إذا شنو كنقصدو بهذا الإخصاب أو لا هذا الفيكونداتيون الفيكونداتيون هي واحد الضاهرة بيولوجية واحد الفينومين بيولوجيك من خلال هاد الضاهرة هادي كيندمجو الأمشاج التكارية الليغامات مال مع الأمشاج الانتوية اللي هما لغامات فميل إذا قلتم معي فالفيديو اللي فات عرفنا أن الليغامات مال هما الحيوانات المنوية اللي كيتسمو بالفرنسي لسبرماتوزويد وكيتسمو أيضا بلسلول روبرودكترس مال أو لا مسكولان أما بالنسبة الليغامات فميل فكيتسمو لزوفيول بالبويضات وكنسموهم أيضا بلسلول روبرودكترس فميل صافي؟ أعقل على هذا السينونيوم مزيان إذا نرجع للمعلومة دينا هذه المعلومة تقول لنا أن الإخصاب أو الفيكوندسيون هي واحد الفينومين بيولوجيك اللي يندمج فيها المشيج التكاري اللي هو الليغامات مال مع الليغامات فميل اللي هو المشيج الانتوي وبالطبط هذا الاندماج يتم على مستوى النواي على مستوى النواة ديال هذا الليغامات كيف لا ترى في هذا الفيديو التوضيحي التالي هنا لدينا مجموعة الاسبغمات الزويد اللي هو الحيوانات المنوية اللي يتسمون بلغامة مال وكن نسميهم أيضا بلسولي لغب تخيص مال أو المسكولين يدخل واحد منهم ويحشير رأسه في اللوفيل اللوفيل هي البويضة تعرفنا عليها في الفيديو اللي فات فملكي حشير رأسه في هذه البويضة يحرر النواة النوايو يتلقى باش تفزيونها أو باش تدامج باش ترى تفزيون مع النواة اللوفيل من اللي يدامج ديك الساعة كي ترى الإخصاب اللي هو لفكندسيون كل بساطة باش يعتبر لنا واحد السلول الجديدة كتسمى سلول أوف الخلية البيضية وكنقدر نسميها أحيانا بالأف اختصارا بالبيضة إذن شنو هي هذه السلول أوف هي واحد الخلية اللي كتجي نتيجة الإخصاب اللي اشتوف هذا الفيديو وهذه الخلية اللي كتسمى بلا سلول أوف اللي كتجي نتيجة الفكندسيون فهي كتتعبر الخلية اللولى دي الكائن الحي السلول للنيتر لماذا؟ لأن هذه الخلية التي تخلق لنا نتيجة هذه الفكندسيون تبقى تتطور و تتجهز حتى تكون جنين و تتطور حتى تكون الأم لا تكون كبير الصغير حتى يكون قادر على الوصف إذن الخلية اللولى اللي اعطت لنا هذا الحيوان جديد اللي ستكون الأم ديه تسمى السلول الأوف أقل مزيان لهاد الملومات اللي قدت لك و من بعد ما تعرفت على الفكندسيون وعلى السلول الأوف ده بخص اكتر فاللي tip ديال الفكندسيون باختصار عدنا جوج ديال tip كاين الفكندسيون انترن اخصاب داخلي وكاين الفكندسيون اكسترن اخصاب خارجي نبدأ أولا بالفكندسيون انترن الفكندسيون انترن الفواء هم المسالك جينيطال هي التناسلية فميل هي انتوية وفي طبيعة الحال اذا لم تفهم ما هم الفواء جينيطال فميل فهما قاعد الأعضاء المجوفة يعني خاوية من الداخل ممكن يتنقل فيها الحيوانات المنوية الاسبرماتوزويد اي عضو ممكن يتنقل فيه الحيوان المنوي يسمى فواء جينيطال فميل اذا بما ان فواء جينيطال فميل اللي كينين داخل الوجانزم ديال الانتا داخل الجسم الانتا فهذا يعني ان هاد النوع ديال الفيقند سيطلب ضروري حدود التزاوج اللي هو الكوبلومان الكوبلومان بالفرنسي كتيني التزاوج يعني إلا ما تراش الكوبلومان ما بين التكر والانتا ما غادش يترى الفيقند انترن منسبة الانتا يتميز بهاد النوع ديال الفيقند اللي هو انترن كين مثل الانسان وكين الازوازو اللي هم الطيور بما فيهم الجاج البطالة الاخيرة كلهم كي قوموا بلا فيقند انترن ودبار قد ندوز النوع التاني اللي هو الفيقند اكسترن الاخصاب الخارجي الفيقند اكسترن اتا موض روپوديكش سكسيه هو النمط او طريقة ديال التوالد الجنسي اللي كيقوم فيه المال او للذكر والانتا ايضا الفيميل بتحرير لجامات ديالهم في المليو اكواتيك في الواسط مائي يعني ان الذكر كيقوم بافراز هدوك الاسبغماتوزويد دياله والانتا كتفرز هدوك الاسبغماتوزويد ديالها في الماء ممكن يكونوا في الواد او بيركا او البحر يعني المليو اكواتيك واحد الواسط في الماء من بين الحيوانات اللي كيقوموا بهذا النوع دياله كاللغسا اللي هما قنافض البحر كيفما كتشوف هذه الصورة هذا كي تسمى اوغسا قنفود البحر مشووك بحل قنفود هذا كي يعيش في البحر وكذلك لغينوي اللي هي الضفضاعة الضفاضح هما كي ديرو لفقندسيون اكسترن اوكي اذا بجدد سواء بكتر هاد لتيب ديال لفقندسيون سواء انترن او اكسترن غادي نوروكم نماديج حية ستشوفو بعينكم وغادي شوفو كيفاش كتم هاد العملية ديال لفقندسيون النموضج اللولاني غادي كون هو لفقندسيون شه لبول او لبول كي قوم الدك اللي هو لقوك بالفرنسي بتحرير لسبرماتوزويد اللي هما الحيوانات المنوية اللي كي تسمو ايضا بلقامة مال او لسلول غو بردكترس مال كيفين كي يحررهم كي يحررهم في 薅FF البول كي يحررهم في المثالي التناسلية ديال الدججاجة كيفما كتشوف فاتصورة نات ماذا يحررهم في المثالي التناسلية الدجاجة كيف تاخصيب البويضات الزيف ديال الدجاجة اذا في هاد النوع ديال الجي كيل math شنو كي تسمى جي تسمى إخصاب داخلي حيث تشترى داخل جسم ديال 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 ودباق ندزل المثال التالي اللي هو الإخصاب عند قنفض البحر إذن أثناء البروديكسيون ديال الزوغسان أثناء فترة التكاتر أو التوالد ديال قنافض البحر كيقوموا الإينات اللي هما بالتحرير أو الإفراز وحد اللي كيد أورانج وحد السائل ليموني كيف ما تشوف في الصورة هد اللي كيد هذا يكون غيش أولا يكون غني بالبوايضات البوايضات كي تعتبروا ديقامات فمال كيف ما تتعرفوا والذكور أيضا قوموا بالتحرير أو الإفراز وحد اللي كيد بلون شطر وحد السائل البيض كيف ما تشوف كيكون غني بالسpermatozoïd أو بالغامات مال يحررون هذه السوائل كما نرى في الماء في البحر ولكن في الفكوندسيون لا يتطلقون إلا إذا تطلقوا هذه السوائل مع بعضيتهم لأن تطلقوا هذه السوائل تطلقوا لغاماتهم لغامات مال و لغامات في مال لذلك تطلقوا في الساعة في الفكوندسيون إذا في هذا النوع الفكوندسيون تسمى فكوندسيون إكسترن خارجي لماذا؟ لأنه يترى خارج الجسم الأنتر لا يترى داخله يترى في الماء يترى في مليون أكواتيك محيط أو الوسط مائي كما ترى وهو الماء البحر كما ترى في ركس سوى بتمزيان ما هي الفكوندسيون إنترن وكذلك الفكوندسيون إكسترن خلال هذه الأمثلة اذا تُضيح منها ايضا Täuckt خاصة تتعرف متأكد هذه الفكوندسيون المتأكد في هذه الفيكوند bonusesيون التفكين دستذيون إترن ثم يترى في هذا الفيديو ان تسوى ال físجوم السابه هو تجمع bathingان استفكري الجسمع من الحيوانات المنوية تجمع حول البويضة أطور دول أوفيل هذه هي الإطابة الأولى بعد أن تجمع أطور دول أوفيل يقوم واحد من هذه الإطابة باختراق الجدار الأوفيل في هذه الإطابة الثانية تسمى البيانات الخاصية الاختراق دول أطور دول سبيغماتوزويد دول أوفيل يعني الاختراق الرأس من الحيوان المنوية لهذه البويضة لهذه الأوفيل كيف لا ترى في الفيديو بعد هذه الخطوة نزول الخطوة الثالثة التي تحرر فيها السبيغماتوزويد النوية وكتبدا تتقرب للنوية ديال الأوفيل إذن هذه الخطوة الثالثة تسمى بلغة بخوشمن دي نوية دو قامة مال دو قامة فمال من بعد هذه الإطابة نزول الإطابة الرابعة اللي هي الفيزيون دي دو نوية يعني الإندماج ديال النواتين يعني النوات أو النوية ديال لقامة مال مع النوية ديال لقامة فمال كي يندامجوا مع بعضيتهم كيف لا ترى في الفيديو من بعد مما كي يترى الفيزيون ما بين هاد اليدون ويو كي تشكل لنا واحد الغشاء كيف ما كتشوفو كي يحيط بهذا الأوفيل كي تسمى بغشاء الإخصاب بالعربية وبالفرنسي كي تسمى بلا مامبغان دو فكونداتيون لش كي تشكل هاد المامبغان دو فكونداتيون كي تشكل باشي يمنع بقيات الإسبيغماتوزويد من الدخول إلى البويضة الأوفيل حيث هاد البويضة هذي سوف يتم تخصيب دياله ما يخص شي حيوان مناوي احد اخر يدخل لها ومن بعد كنت دزول للطاب الخرانية اللي كتحول فيها الأوفيل من بعد ما كتتخصب إلى سلول أوف إلى خلية بيضية وكتسمى أيضا بلاوف اختصارا ففي هذه اللحظة هذي ما كتبقى اسمتها لاوفيل كتبقى اسمتها لا سلول أوف أو لا الأوف عقل مزيان على هذه المعلومات ضرورية لحيط الآن أخبركم أهم النقاط لكي ننفذ الطرس في كونداتيون ما تنسوش تخدموا التمارين التفاعلية اللي سوف نخلي لكم الرابط في هذا الفيديو وفي أول تعليق التمارين هذي سيتعاونكم لكي تختبروا المعلومات وتشوفوا رأسكم واشفعهم مزيان الطرس أو اللي ما زال تزيدوا تفهموا